بارح في مباراة الاهلي حكم نادر أمر الدولة هتقولي الصورة يا شباب وانا بكر بعد المباراة زوجته وابنه طلبوا ان هما يتصوروا مع إمام عشور وقف حكم المباراة كابتل نادر أمر الدولة وبقى يصورهم وبعد كده دخل هو كمان في الصورة وتصور مع إمام عشور لا حصل امتى بعد نهاية المباراة خالص يعني كان كل الناس مشت وكل اللعبة خرجت بس في حد التقط هذه أو هذا المشهد يعني وبصراحة الدنيا قامت وما قعدتش وده يديك ملخص احنا بقينا فين احنا كلنا بقينا شكين في بعض كلنا مش قابلين حاجة من بعض كلنا نوايانة ما بقيتش من الآخر يعني سلك هتقولي لي يا كريم هقولك مبدئيا كده يستحسن نكابتي نادر أمر الدولة ما كانش يتحط في الموقف ده يستحسن يستحسن بكس معايا يستحسن ليه تحكم وفي جمهور وهيقولك انت بتصور مع لعب الفريق المنافس وتفاصيل دي كلها يستحسن بس يا جماعة ما كفياكم مبالغات وقفوارة بقى حكم زوجته وابنه معاه في الملعب بابا لو سمحت انا عايز اتصور مع امام عشور ممكن تعال يا حبيبي انا اتكلمت مع كابت النادر أمر الدولة على فكرة وكان زوجته عند احد الاعتباء في الكاهرة وراحوا معايا الاستاذ هو وابنه ووقفوا ويتصوروا وفرحانين بالناس اللي بتطلع في التلفزيون بنجوم الكورة زي زي ما كلنا بنعمل حرارك وانت ماشي في الشارع حتى لو انت زمالكية وشفت لأم الأهلي بتبقى عايز تصور معاه حرارك أهليه وشفت لأم زمالك عايز تصور معاه النجوم الكورة نجوم نجوم فتمام وبابا بقى بيروح يحكم للنجوم الكبار دول فهيخلينا تصور معاهم فالراجل بقلت كل المصورين مشوا فوقفت انا تصورهم فرحان بيهم يعني فرحان بابني ومراتي ودخل بعد كده ايه تصور عشان الصورة يعني ايه قال ابقى وسطيهم يعني ماشي عرفت كمان انه كابت النادر أمر الدولة ابنه لما بيروح معاه الاستاذ او بيقول لي بياخد ابني معاه الاستاذ دايما تصور مع كل المجوم الكورة تصور مع عشقبالة تصور مع فرجاني سياسي كل سه مش لعيبة اهلي ولا امام عشور اصلا هو الزمال كوية بيولاء اهو والصورة هي مع الوينش هو ده نجل الكابت النادر أمر الدولة اهو ده واحد زمالك اهو امام عشور كان اهل هاتو الصورة اللي بعدها لو معناه صور تاني دي صورة مع كهرباء دي واحد من الاهل تمام هاتو اللي بعدها عادي يعني يعني اقصد انه مشاهد انسانية طبيعية بتحصل مع محمد هنج مع عشقبالة اهلي وزمالك عادي جد عادي جد انا والله اما بدافع على الكابتن نادر أمر الدولة عشان هو زي ما قلتلك في الاصل كان يستحسن ما يتحطش في الموقف ده يستحسن يعني كممكن الصور دي ناخدها مثلا في قط اللبس ما مش لازم تبقى في أرض الماء مثلا بس يا جماعة يسيبوا شوية حاجات للطبيعة البشرية يعني نجم كورة ابني هيفرح انه هيوري الصحابه الصورة دي في المدرسة مع نجم كورة أو لعيب كورة سواء في الأهلي في الزمالك في الإسماعيلي في أي فرقة وقف تصور معه وخلصنا عفوارة يا بش احنا خلاص اه ده بيتصور ده بيتصور مع إمام عشور يبقى أكيد نادر أمر الدولة ده أهلاوي وهاتلو بقى لقطتين من سنتين كانوا المطشي مش عارف ايه فشوفت بقى ده عشان تلع أهلاوي طب فيه سورة معاش كبال الحق ده تلع زمالكاوي تبقى أطلو بقى المطش اللي كان على الأهلي ده واحتسب ايه اللفة دي احنا بيش عارفيني ايش عايشها طبعاية يا جماعة من كتر المبلغات دي انا عارف انه السهل اقولك ايه لا اللي عمله نادر أمر ده وده يستحق عليه العقوبة والتحقيق والبتر والشعارف والأتل وكل حاجة دي اهدوا شوية لو سمحتم يعني انت لو في الملعب انت كمشجع وشفت اي نجم كورة تبقى حيب تتصور معي بلاش انت يا سيدي ابنك الصغير ده عايز الصورة بعد نجم كورة عشان يوري الصورة دي لصحابه في المدرسة مثلا يعني دي حكاية